السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا شباب وزيكم يا بناة عملين يا ربكم بخير وصحة وسلامة شوف الشغل اللي قدامك ده تعرف انك انت ممكن تعمل كمية شغل كبيرة جدا جدا بالشكل ده يعني انا هنا عامل اكتر من خمسين صورة الكونتنت اللي فيهم مختلف عن بعضه بص دي برضو نفس النظام كذا حاجة مختلفة عن بعضها تماما زي ما انتم شايفين كده فبكل بساطة وبضغطة زر واحدة شايف كمية الحاجات دي كلها هي معمولة هي بكل بساطة وبضغطة زر واحدة انت تقدر تعمل الحاجات دي من خلال كانفا بصراحة من اكتر الفيتشيرز اللي بقيت استخدمها مؤخرا باستخدمها بقى في عمل ديزاين مثلا بلق ديزاين لبوستات هنزلها على الفيسبوك او باستخدمها مثلا في الكورس اللي انا بعمله كورس الفريلانس باستخدمها في اني بجمع مثلا داتة معينة تكون خاصة بمحاضرة معينة واروح رصصها كلها في زي ما انتم شايفين كده في صفحات زي دي كده بحيث ان الطلب عندي يعرفوا ان هم يستفيدوا منها يعني مثلا دي حاجة نعملها للشباب في كورس الفريلانس بحيث ان هم يتعلموا مصطلحات انجليزية خاصة بالفريلانس فتعالوا مع بعض نعمل ووريكم ازاي بعمل الحاجات دي على كانفا من البداية خالص اول حاجة انا بستخدم تقدر انك انت تحصل على الداة اللي موجودة او التكست اللي موجود ده لهو الريدي عندك تمام مية مية لو مش عندك تقدر تستخدم البحث على جوجل او تقدر تستخدم محركات الذكاء الاصطناعي فالنهاردة انا هستخدم محرك شات جي بتي محرك الذكاء الاصطناعي في ان انا هتديله برامت معين البرامت ده انا بطلب منه ان هو يكتب لي 30 مقولة عن العمل عبر الانترنت او الربح المال من الانترنت وعايزوا يكتبهم بالانجليزي وكمان يترجمهم لي بالعربي فبقول له ايه بقول له وروح هتديله الامر ده فانا دلوقتي هستنى منه ان هو يكتب لي الامر ده وتعالوا نشوف الدنيا هتمشي ازاي عادي بحلو جدا هو كده ايه شغال تمام وزي الفل بيعمل لي دلوقتي الامر فيه الانجليش ترانسليشن والاربك ترانسليشن على جنب وعلى بال ما يخلص خليني احكي معاكم عن الفيتشر اللي موجود في كانفا ده الفيتشر اللي موجود في كانفا اسمه بالكريايت كمان ميزة الفيتشر ده ان هو مش بس بيشتغل على الصور ده كمان بيشتغل على الفيديوهات يعني انت ممكن تعمل مجموعة من الريلز باستخدام الفيتشر القوي ده نقدر ان احنا نعمل به كمية ريلز معينة لو انت مثلا بتشتغل مع شركة بتعمل لهم ديزاينات ريلز او بتعمل لهم سوشال ميديا ديزاينز او حاجات زي كده فبتعمل حاجة ايه كونسيستنت بشكل ايه متناسق متناسقة مع بعضها الديزاين ده هو هو نفس الديزاين ده فالناس بتتعود ان اه ده جاية مثلا من الشركة دي وهكذا فبتقدر انك اتشتغل على حيطة دي هنستنى يخلص البتاع ده او ممكن نروح هنا وخلينا نبدأ على بان ما هو يخلص خلينا نبدأ ناخد ايه ديزاين جديد اول حاجة خليني مثلا اختار ايه اختار حاجة زي فيسبوك بوست آآ ماشي. خلينا مثلا نختار حاجة زي فيسبوك بوست. طيب. وخلينا مثلا نبحث هنا عن كووت. بما ان احنا بقى هنعمل كووت. فخلينا نبحث عن كووت مثلا وكده يعني. فالكووت ده آآ ماشي. الكووت ده شكله حلو. طيب الكووت شكله حلو بس انا يعني ايه آآ والكولارس برضو جميلة وتمام تمام. آآ انا بقى عايز اعمل بقى ايه? عايز اعمل الانجليش ترانسليشن واربك ترانسليشن. فانا هاخد ده كده وخليه مثلا كده. مش هاجب دي كده. اهي. اه الديزاين ده كله على بعضه. بسعني. اه ده فلتر. خلينا كده زي ما احنا. اخد دي عمل لها واجبها هنا تحت. ودي برضه عمل لها واجبها هنا تحت. وهسمي دي انجليش. عشان ايه? عادر ان انا افرق ما بينهم. يبقى انا عندي هنا الانجليش هنا ودي الارابيك هنا. خلاص اشتغلت على دول زي ما هم كده حلوين. آآ الخط نخليها 24 عشان في حالة ان احنا جلنا كوت كبير مثلا. ادي اهو. كده احنا ايه زبطنا الدنيا وكله تمام. خليني بقى نغير الفانت للفانت بتاعة زي ما نفسها. خلاص كده غيرنا الفانت وكله تمام. نروح بقى للايه للكووتس. نعمل له عشان هو كان لسه مخلصش. طبعا انا خدتهم من هنا وبعدين روح تنزلتهم مثلا في كده. نروح دلوقتي بقى على ايه? على نفسها. خلاص احنا عملنا اهو. ندخل هنا هنلاقي فيه اسمه ده لو انت ما لقيتوش هنا بتبدأ بتبدأ انك انت ايه تنزل تحت خلص هتلاقيه يعني هتلاقيه موجود تحت في الاكسترا ابس وكده يعني ماشي? بتدوس على هنا وبتنزل كده هتلاقي فيه حاجة اسمها يعني لو انت ما لقيتوش هنا هتلاقيه هنا ايه? اسم بل كريت. بندوس على بل كريت وعندنا من اتنين. هل اه تأنتر داتا مانوالي ولا تأبلود سي اس في. فانا هخلين ايه اه انتر داتا مانوالي. وادي عندي هعمل لالتابل دي. تمام? وآآآ تاكست هنا تمام? وهبدأ بقى ان انا احط بقى الحاجة بتاعتي. هاخد اول حاجة دول. ماشي? فيه فخليني كده ايه? select the english. وروح بيهم مثلا هنا. ادي الانجليش اهو. تمام? وروح بقى select the Arabic. وروح واخد دل كده هنا. وحط ال Arabic هنا. يبقى انا عندي كده ال Arabic ودي الانجليش تمام? وروح هدوس done. خلاص بقى انا عندي الاتنين دول. باجي هنا بدوس عليها وهنلاقي فيه حاجة اسمها تمام? اول ما دوس داتا بيديني هنا اختار ال English quote ولا Arabic translation فخليني اختار كده تمام? وهندوس هنا برضو او ممكن تدوس على يعني انت تعلم عليه كده وتدوس على التلات نقه دول وتدوس على كلمة داتا وتختار Arabic translation. يبقى انا كده ايه? عملت ايه شباب انا اعملت ما بين ال quotes دي ال English quotes دي وال English quote. وعملت ما بين ال Arabic translation وال ال Arabic دي وال Arabic translation. وهدوس بقى continue. لما دوس continue بيقول لي ايه? بيقول لي هل انا عايز اعمل ال quotes كلها التلاتين كلهم? ولا عايز اعمل الجزء معين? خليني اعمل التلاتين كلهم ودوس على generate 30 pages. اول ما بالشكل اللي انتو شايفينه ده. كل ال quotes معمولة ومختلفة عن بعضها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. فدلوقتي اقدر ان انا اعمل download لل quotes دي كلها ونزلها في فولدر واحد. وابدأ ان انا مثلا اجدولها وانزلها يوم بيوم. لو انا مثلا بعمل كورس او بعمل درس معين اقدر اعمل نفس الموضوع ده بحيث ان انا ايه? في حاجات مثلا عندي متكررة او حاجة زي كده. فهتلاقي ان الموضوع مفيد جدا 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 ليكم. آآ كل شوية هتلاقوني بعمل لكم فيديو مختلف. بشرف في حاجة عن canva. فالفيديو ده مركز النهاردة عن تقدر نفس النظام تستخدم نفس الفكرة دي فانك انتو تعمل حاجة تاني مختلفة زي مثلا انك انتو تعمل ايه? يعني انا ودخلت هنا سريعا كده. ودخلت على الفيديوز واخترت مثلا ايه? موبيل فيديو. تمام? والموبيل فيديو برضو رحت قلت ايه? كووت برضو. ادي عند الكووت اهو. ماشي? فهنختار مثلا كووت من الكووتس دي. فلنفترض دي عشان خاطر اعرف عمل لها ايه? عمل لها دوبليكت. وآآ حاجة هنا بقى ابدأ بقى ان انا بقى ايه اشتغل على الحتة بتاعة آآ آآ التاكست دي. فخليني مثلا انا اقول هنا انجليش. هدوس برضو تاني على بل كريايت. نعمل كليير للتيبل ونضيف اد تاكست نفس النظام. نروح واخدين كده الاربك ده متعلم عليه اهو. نخلي مثلا الاربك هنا. نعم? ونيجي بقى عند الانجليش. اللي مين عليه كده? واخدينه كابي. وراحين به هنا. وندوس دون. وندوس كنكت داتا بكل سهولة. اهو. كنكت داتا وناخد الانجليش كوت هنا. كنكت داتا. وناخد الاربك كوت. او الاربك ترانسليشن. وندوس كنتينيو. وجينيريت. ولا. حلو. ماشي. الانيميشن كويس. لان الحروف العربية متلاصقة بعضها. في شغلة في الحروف العربية بساعات ما بيشتغلش. او محتاجة اه شغل اضافي. فهتظهر لك بالشكل ده. واعتقد كده ايه? يعني جميلة جدا جدا. تقدر انك انت تلعب في الانيميشن. تقدر تلعب في الكولر. تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. فاتمنى يكون الفيديو افادكم. وان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هنعمل سلسلة اه يعني محدثة باستمرار عن ازاي تعمل ديزاينات احترافية باستخدام وكمان تطور من نفسك وتكسب من ورد ديزاينات اللي انت بتعملها. بس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.